الشفاعة المثبتة التي وردت في الكتاب والسنة هي التي تطلب من الله فتقول اللهم شفع في نبيك شفع في عبادك الصالحين تطلبها من الله لا تطلبها من المخلوقين تقول اشفعوا لي عند الله قربوني إلى الله زلفة وما أشبه ذلك فالأمر لله عز وجل والشفاعة تطلب منه وكل الحوائج تطلب من الله جل وعلا وهو قد وعد أن يجيب السائل ولا سيما المضطر إذا دعاه وهو الذي يكشف السوء وأما المخلوق الذي كان المشركون توجهون إليه فإنه لا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا ترجمة نانسي قنقر